بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالهاد البشير محمدي وبدينه العالي على الأديان ثبت على الإيمان قلبي وهدني للحق وانصرني على الشيطان اللهم أمين أما بعد مشاهدي الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اليوم هو يوم العاشر من شهر مارس وقد احتفلنا بالأمس بالشهيد يوم التاسع من مارس في كل عام يحتفل المصريون بيوم الشهيد ويوم الشهيد اختار المصريون له هذا اليوم يوم التاسع من مارس لأنه في مثل هذا اليوم استشهد البطل الفريق عبد المنعم رياض رحمه الله رحمة واسعة كذلك في مثل هذا اليوم في يوم التاسع من مارس انتقل إلى جوال ربه شيخنا وعالمنا وأستاذنا سيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وكذلك في يوم العاشر من مارس انتقل إلى جوال ربه شيخنا وأستاذنا وشيخ الإسلام وإمام الجامع الأزهر سيدنا الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله رحم الله علماءنا ورحم الله شهداءنا وألحقنا بهم على خير وجمعنا بهم في فراديس الجنان تحت لواء سيدنا النبي العدنان اللهم أمين الشهيد وما أدراكم ما الشهيد الشهيد هو الحاضر الشهيد هو الذي شهد ما أعده الله له فرضي بعطاء الله له الشهيد قال الله عنه في القرآن والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وقال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نحن في كل صلاة نقول صراط الذين أنعمت عليهم منهم يا رب الذين أنعمت عليهم قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله جل وعلا عندما تحدث عن الشهداء قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في ذكرى الشهداء وفي ذكرى انتصارات أكتوبر دائما وأبدا ما نستشهد بهذه الآيات في خطب الجمعة وفي الدروس وفي المحاضرات وفي الندوات التثقفية وفي الندوات الدينية والاجتماعية إذا تحدثنا عن الشهيد نقوم بسرد هذه الآيات لكن اليوم لنا وقفة مع هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا يحذرنا الله جل وعلا أن نقول عن من قتل في سبيل الله أنه ميت لا تحسبوهم أموات ولا تقولوا بأنهم أموات في آية تانية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون الأموات هو من مات وانتهت حياته وقامت قيامته بموته أما الشهيد فأجره يتضاعف عند الله جل وعلا الشهيد له أجره ونوره عند ربه سبحانه وتعالى لذلك سيدنا رسول الله جعل مرتبة الشهداء بعد مرتبة الصدقين أوحى الله إليه بهذا فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين ورتبة النبي بعد الرسول ثم تأتي بعد الرسالة والنبوة الرتبة الصديقية الصديق ثم بعد الصديق تأتي رتبة ومنزلة الشهداء ثم بعد ذلك الصالحون طيب لما رب العز يقول في القرآن وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ يبقى ربنا بنبهني ويحذرني ألا أقل على من قتل في سبيل الله بأنه ميت أو ما لهو إيه يا رب يؤوم ربنا سبحانه وتعالى يعطي للشهيد عدة عطاءات ويعطي للشهيد منزلة عظيمة دون غيره أول حاجة يقول أحياء بل أحياء اتنين عند ربهم تلاتة يرزقون أربعة فرحين بما آتاهم الله من فضله خمسة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ستة ألا خوف عليهم سبعة ولا هم يحزنون تمنية يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذا عطاء الله للشهيد وحديث القرآن عن الشهيد لا تقول عن الشهيد بأنه ميت بل هو حي يحيى حياة لا يعلم كنهها ولا كيفيتها ولا يستطيع أحد أن يتصور كنه هذه الحياة حي عند ربه لذلك الشهداء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسبح في أنهار الجنة هذه الأرواح معلقة بقناديل من العرش سبحان الله العظيم عطاء ما بعده عطاء وفضل ما بعده فضل وشرف لا يدانيه شرف ومنزلة لا تدانيها منزلة حي عند ربه لو خير الشهيد بين الدنيا وبين ما عند الله لاختار ما عند الله لتمنى أن يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل لما أعده الله سبحانه وتعالى له أحياء عند ربهم يحيون حياة طيبة دائمة مستقرة آمنة عند ربهم نمرتنين من العطاءات العندية يعني حي عند ربه لما أقول لواحد الشهيد حي ربما يصدق أو لا يصدق إنما لما ربنا يؤكد للكلام ويقول أحياء عند ربهم يعني مش عندنا مش في دنيا الناس يعني عند الله جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان يعني الحياة الكاملة الدائمة المستقرة الحياة التي لا موت بعدها من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبل ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الشهيد إذا لقي ربه جل وعلا تكفل الله بأولاده إذا كان الله جل وعلا يقول في القرآن عن الصالحين وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خايف على أولادك من بعدك وعلى ذريتك من بعدك اتق الله وقل قولا سديدا فما بالك بمن بذل نفسه وروحه تضحية وفداء لدين الله من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد كل هؤلاء الشهداء شهيد لأنه لقي ربه يدافع عن دين الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم من ضحى بنفسه لله فهو الرابح وهو الفائز وهو في أعلى عليين في الجنة ومع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى من الجنة يبقى أول عطاء أحياء نمرة اثنين عند ربهم نمرة ثلاثة يرزقون يرزقون فين؟ في الجنة لهم رزقهم من الله جل وعلا يأتيهم رزقهم يأتيهم ما تشتهيه أنفسهم ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أرثتموها بما كنتم تعملون لهم عطاء من الله سبحانه لا يخطر على بال أحد يبقى أحياء وعند ربهم ويرزقون مع بقية العطاءات للشهيد ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا بسم الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا رسول الله يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولة واغفر جنايتنا وسطرك أولنا واجعل جميع صنيعنا مقبولة يا رب صل على طاها وعطرته مسلما وأنلنا منك رضوانا واجعل خواتمنا خيرا وكلمتنا عند الممات بك اللهم إيمانا لا زلنا ندندن حول هذه الآية الكريمة المباركة وحول عطاءات الله للشهيد فقال جل وعلا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَهِ بل أَحْيَاء نمر واحد اتنين عند ربهم تلاتة يرزقون أربعة فرحين بما آتاهم الله من فضله الشهيد يظن البعض أن من مات بالرصاص أو من مات في تفجير أو من مات كذا وكذا يشعر بالقتل ويشعر بألم القتل أبدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسم هذه القضية وقال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة شيء بسيط لا يشعر به لأنه فرح بما عند الله جل وعلا سيدنا عمير بن الحمام أو بن الحمام رضي الله عنه أرضاه لما قال لسيدنا النبي يا رسول الله أرأيتني إذا دخلت هذه المعركة فقاتلت فقتلت أنا من أهل الجنة قال نعم فنظر إلى يده وكان في يده تمرات فرمت تمرات وقال بخن بخن إني لأجد ريح الجنة خلف هذا الوادي ودخل المعركة وقاتل وقتل في سبيل الله فرحين بما آتاهم الله من فضله إن لم يفرح الشهيد بعطاء الله له وبالمنزلة التي أعدها الله له فمن يفرح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه يعني من كم يوم أقرأ على شاب من مدينة المحل الكبرى في الجيش واشترى قبره عمره ثمانية عشر سنة طمانتاشر سنة اشترى قبره ووقف أمامه قبل سفره إلى خدمته في القوات المسلحة وكأنه ينظر إلى القبر نظرة مشتاق وذهب وأكرمه الله بالشهادة في سبيل الله وكأن قواتنا المسلحة وكأن المجندين في جيشنا المصري يشترون قبورهم لأنهم يريدون أن يحظوا بشرف الشهادة عقيدتنا عند الدخول في المعارك إما النصر وإما الشهادة والشهادة أسمى أماني هؤلاء الجنود الذين يدافعون عن الأرض وعن العرض ويدافعون عن الأهل وعن الوطن وعن الدين فرحين بما آتاهم الله من فضله يعني إيه فرحين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقي سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا انت مهموم ليه يا جابر فقال يا رسول الله قتل أبي يوم أحد إلا هو سيدنا عبد الله بن حرام الأنصار مدفون مع سيدنا الحمزة ضمن السبعين الذين استشهدوا في غزوة أحد وكلنا نذهب ونزورهم ونرى هذا المكان الذي دفنوا فيه فبقوله ما لي أراك منكسرا قال يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك عيالا ودينا فأم سيدنا النبي أراد أن يسلي عن جابر وأن يخفف عنه قال يا جابر أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال قلت بلى يا رسول الله قال يا جابر ما لقي الله أحدا كفاحا إلا أباك ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك يعني كفاحا يعني كلمه الله مواجهة وجها لوجه بدون حجاب وبدون واسطة وبدون ترجمان وبدون أحد كلمه بدون حجاب مواجهة وقال يا عبدي تمنى علي أعطك شوف تخيل بقى لما رب العز يقول لعبدي من عباده تمنى علي أعطك انت عايز إيه أعطيك إياه قال يا عبدي تمنى علي أعطك شوف سيدنا عبد الله بن حرام يتمنى إيه على الله يقول يا رب أتمنى أن أحيا فأقتل فيك ثانية أنا عايز أرجع إلى الدنيا وأقتل فيك مرة ثانية فقال الله جل وعلا يا عبدي قد سبق مني أنهم لا يرجعون ثم تل النبي الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يعني إيه يستبشرون وهذا هو العطاء الخامس يستبشرون بإخوانهم الذين تركوهم في مواجهة الأعداء يعني من قتل من الشهداء وحظي بشرف الشهادة يستبشر بمن كان خلفه أو بمن كانوا معهم في مواجهة العدو وهم سبقوهم إلى الدار الآخرة فيعولوا عليهم أنهم يعني لا زالوا يدافعون عن دين الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم مطمئنين على أولئك الذين تصدوا للعدو وقاموا بمواجهة العدو من بعد استشهاد هؤلاء الأبطال في سبيل الله ده العطاء الخامس العطاء السادس والسابع ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى رب العزة أنزل الشهداء منزلة الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما يقول لي على الشهيد ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون المعنى إيه؟ لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على الماضي هم فرحين بعطاء الله لهم ومستبشرين بالنعيم المقيم الذي أصبحوا فيه لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم لا يبالي عند قتله في سبيل الله سيدنا خبيب بن عدي صحاب جليل من صحابة سيدنا رسول الله أخرجوه ليقتلوه فقالوا له ماذا تريد يا خبيب تمنى يعني تمنى ما تريد قبل قتلك فقال أتمنى أن تأذن لي أن أتوضأ وأن أصلي ركعتين فقام خبيب توضأ وصلى ركعتين لله وأطال فيهم السجود فسمع المشركين يقولون سمعهم خبيب أن خبيب يخشى من الموت فلما أتم صلاته أنشد قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي يعني مرحبا بالشهادة في سبيل الله لأن من علم قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل من علم أنه سيكون مع رسول الله في الجنة ومع الصحابة في الجنة هان عليه النفس والنفيس وهانت عليه نفسه وتضحيته بنفسه في سبيل الله العطاء الثامن يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنيين يعني هم في استبشار دائم وفي بشر دائم بنعم الله وبفضل الله عليهم حق لهم أن يفرحوا وأن يستبشروا لأن الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتمنون الشهادة في سبيل الله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعدون للشهادة العدة يعني سيدنا جعفر الطيار رضوان الله عليه والد سيدنا عبد الله بن جعفر سيدنا جعفر الطيار يعني يتولى قيادة جيش المسلمين ويمسك الراية بيمينه فتقطع يمينه ثم يمسك الراية بشماله فتقطع شماله ثم يحتضن الراية بعض ضيه فيقتل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدل جعفر بجناحين يطير بهما في الجنة لذلك سميه بإيه؟ بجعفر الطيار وسيدنا الحمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسول الله عم النبي وأخوه من الرضاع يقتل في غزوة أحد ويكون شهيد في هذه الغزوة وسيدنا النبي يقول أقتل منهم سبعين بقتلهم إياك فينزل القرآن على النبي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لذلك سيدنا علي بن أبي طالب يفخر بهذه الأخوة ويقول محمد النبي أخي وصحري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط حبها بلحمي ودمي وصبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهم عطاء الله للشهيد عطاء عظيم وثواب كبير أجمل ما قلته في هذه الآية أعطاءات الله للشهيد أنهم ليسوا بأموات أمال إيه أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كل كلمة في الآيات لها معنى وكل كلمة فيها عطاء للشهيد طب تعالوا بنا إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهداء يقول صلوات ربي وسلامه عليه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني إيه مكلوم؟ المكلوم هو المجروح أي واحد يجرح في سبيل الله جاء يوم القيامة وكلمه يدمي الجرح ينزف دما اللون لون الدم والريح ريح المسك لذلك لما سألنا أبأنا وإخواننا الكبار عما وجدوه في حرب أكتوبر في 73 منهم من قال أن الشهداء كنا نشم منهم رائحة المسك الزكية لأنه شهيد شهيد عند الله جل وعلا حتى الآن بعض إخواننا الذين يقوموننا بدفن الأموات نسألهم كيف وجدتم الشهداء في القبور يقولون أحياء الجسد كما هو لا يبلى جسد الشهيد ورائحتهم رائحة المسك الزكي ليه لأنهم حظوا بشرف الشهادة كذلك لما نذهب عند شهداء أحد نشم روائح المسك الزكية ونشم الروائح العنبرية والروائح الطيبة والروائح الندية ليه لأن هؤلاء لقوا ربهم جل وعلا وهم يجاهدون في سبيله اللون لون الدم والريح ريح المسك والشهيد له خصال عند الله جل وعلا كثيرة نذكرها ولكن بعد هذا الفاصل فتابعونا بسم الله وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد اللهم مأم الشهيد له خصال ليست لغيره أخبرنا بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقال الحبيب الشفيع للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين من أقاربه ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين الله أكبر على عطاء الله للشهيد للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار ويشفع في سبعين من أقاربه ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل الاحترام والتقدير لحضراتكم أهلا يا أستاذ أحمد ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذ أحمد مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة البوية تعليم سابقا أرض الجنينة غير بشبر الخيمة أهلا وسهلا أهلا يا فن بالنسبة لصلاة النوافل هل يجوز صلاة الضحى والسنن المؤكدة والنوافل في جماعة حاضر وهل يجوز أن تأم المرأة الرجال تمام لكم مننا جزيل الشكر على الحصن التواصل وطيب الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم حضرتك بس عليكم السلام عليكم حضرتك بس عشان أكلمك السلام الصوت مش واضح يا أستاذ سيد بقول لحضرتك أنا عايزة أخذ ممت حضرتك عشان أكلمك طيب ارجع الكنتور ليعطوك الرقم إن شاء الله تفضل يا أستاذ سيد طيب الأستاذ أحمد بيسأل عن صلاة النوافل صلاة النوافل زي صلاة الضحى والنوافل المؤكدة كذا قبل الظهر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشة بقول هل يجوز أن تصلى جماعة لا من صليهاش جماعة يا أستاذ أحمد لأن ديت عبادات توقفية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة الفرائد جماعة إنما النوافل كل واحد يصلي النوافل على حدة والله أعلم هل يجوز إمامة المرأة للرجال؟ لا يجوز إمامة المرأة للرجال لأن الرجال قوامون على النساء ما ينفعش إن المرأة أم الرجال ولو كان ينفع إن المرأة أم الرجال كان فعل ذلك زوجات سيدنا النبي إلا إن ستنا السيدة عائشة كانت بتخلي مولاها ذكوان يصلي بها في التراويح يصلي بها جماعة في التراويح إنما يجوز للمرأة أن تصلي جماعة بجماعة من النساء إنما المرأة تتقدم وتصلي إمام بالرجال هذا لا يجوز مطلقاً والله أعلم طيب الشهداء أُنَّ في الآية وفندنا الآية كما ذكرت لحضراتكم وبعدين سيدنا النبي بيبين لنا خصال أعدها الله للشهيد للشهيد عند الله ست خصال أول خصلة يغفر له في أول دفعة من دمه عند أول نقطة دم تتدفق من الشهيد يغفر الله له وبعدين ساعة ما الشهيد يقتل في سبيل الله يرى مقعده من الجنة مباشرة حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كان سيدنا عمر بن الجموح يقول لي سيدنا النبي ائذل أن أطأ بعرجاتي الجنة وكأنه شايف الجنة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يشمون رائحة الجنة قبل دخول المعركة وقبل القتال في سبيل الله طيب يبقى ده إن دل يدل على إيه؟ على أن الشهيد يكشف الله عنه الحجب ويرى مقعده في الجنة عند مقتله وعند موته لذلك سيدنا النبي ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه في القرآن آية تؤكد هذا المعنى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي واحد من أهلنا أو من أقاربنا حضرناه وهو يموت يتكلم بكلام لا نفهمه ربما رحب بشخص مات أو ربما رحب بإنسان يعني ليس على قيد الحياة فالحجاب كشف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ترى ما وراء الحجب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حجة كريمة تفضلي أهلا يا حج أنا على ستة مسنة عندي تلاتة وسبعين سنة بنى يديك الصحة يا رب نفسي يا حج يا ربي اختبها لي بس رجلية بتوجعني أنا معاي حج بس رجلية بتوجعني يا دوب بخش الحمام بالعافية بالعافية بخش الحمام أول مرة تحج ما حجتيش قبل كده أول مرة ومش لاقي حد يحجيلي طيب ما تسمي الله كده وربنا هيعينك إن شاء الله يا حجة كريمة مش قادرة والله حجة أبدا أول ما تشوف الكعبة ربنا هيديك الصحة واتقدر تحج إن شاء الله والله ما امشي في الشقة بالعافية بستند كده على الحطان ربنا هيديك الصحة يا رب مش عارف أعمل إيه يعني أفرق حق الحجة لا متفريش حق الحجة وإن شاء الله أجاوب حضرتك حاضر عندك سؤال تاني تفضلي يا حجة حاضر حجة كريمة مسنة أسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية وأن يجعل مرضاها في ميزان حسناتها سيدنا النبي سمع واحد في يوم بيقول لبيك اللهم عن شبرمة فأم سيدنا النبي قال له من شبرمة قال له أخي لي يا سيدنا النبي قال له بتحج عنه قال نعم قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة طيب هل يجوز الحج عن الغير نعم في حالتين الحالة الأولى أن يكون من الذي أحج عنه قد فارق الدنيا دون أن يحج يعني الحج عن شخص متوفى والحالة التانية أن يكون مريض مرض يعجزه من الذهاب للحج زي الحجة كريمة لا تستطيع أن تذهب لتأدية الفرائض ادفعي من مالك من يحج عنك يشوف حد من أهل الخير يكون حج عن نفسه ثم يحج عنك إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما اللهم أمين يبقى الشهيد يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر دعاء سيدنا النبي طب الشهيد يجار من عذاب القبر يدخل القبر فيخرج من القبر إلى القصر من القبور إلى القصور لا يقوم لهم حساب ولا ينصب لهم ديوان لأن الشهيد تكفيه قارعة السيوف يكفي الشهيد ما حصل له من يعني بأس شديد في القتال ومن صوت للرصاص وللدبابات وللصواريخ وغيرها فإن هذا يخفف عنه من فتنة القبر ومن عذاب القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر يوم القيامة يوم الموقف العظيم يبقى في أمن وأمان لأنه قدم نفسه لله جل وعلا قدم نفسه والله قال فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم طب بعدين كمان إيه الخصال التي أعدها الله للشهيد ويوضع على رأسه تاج الوقار يوضع تاج على رأس الشهيد الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين من أقاربه الشهيد يشفع في سبعين واحد من أقاربه يشفع لهم بينادي الله جل وعلا ومن الخصال التي أعدها الله للشهيد أيضا ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين يزوج بالحور العين باثنين وسبعين من الحور العين طب زكت التي مات عنها وهي صغيرة عندها تلاتين سنة ولا خمس أو عشرين سنة وترك لها أولاد وترك لها صغار وقد ترملت وقد تأيمت على أولادها وقامت على تربيتهم وكفالتهم ورعاياتهم وعناياتهم ثوبها أي عند الله يجمل الله له زوجته في الجنة حتى تكون أجمل من الحور العين يعني بنقول لكل زوج شهيد هنيئا لك بعطاء الله لك هنيئا لك بما أعده الله لك من نعيم مقيم في الجنة أولا زوجك يشفع لك بين يدي الله وستكونين زوجة له في الجنة وستكون الحور العين في خدمتك في الجنة شوف لما يبقى عنده اثنين وسبعين واحدة من الحور العين يزوج بهن وتكون هؤلاء الزوجات من الحور العين في خدمة زوجته ربنا ألعن الحور العين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون الواحدة من الحور العين إذا تفلت في بحر مالح أصبح عذبا من حلاوة رقها ولو نادت ميتا لقام حيا من عذوبة صوتها ولو لبست سبعين ثيابا لظهر بياض ساقها من تحت ثيابها السبعين ولو عاشرها زوجها لعادت بكرا بعد معاشرتها يغنين أزواجهن في الجنة ويقول نحن الخيرات الحسان خبئنا لأزواج كرام نحن الخالدات فلا نمتنا نحن الآمنات فلا نخفنا نحن المقيمات فلا نضعنا أي عطاء كعطاء الله للشهيد وأي جزاء كما أعده الله للشهيد في الجنة في الجنة ينعم الشهيد نعيما لا يبأس بعده أبدا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وعزاؤنا في كل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولا أنسى وأنا أتحدث عن سؤال الله الشهادة بصدق أن أذكر موقف الفاروق عمر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة والمدينة سيدنا النبي جعلها دار أمن وأمان وجعلها حرم كمكة اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيها حرام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة سيدنا النبي جعلها بلد حرام آمن لا يحل فيها القتال وسيدنا عمر يدعو دعوة يتعجب الصحابة من دعوته يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ودفنا في بلد حبيبك الصحابة يقولوا طب إزاي أن سيدنا عمر يطلب من الله الشهادة في سبيله ويطلب من الله أن يدفن في بلد حبيبه في المدينة المنورة كيف يحظى بالشهادة في المدينة ويدفن في المدينة يدفن آضي ممكن لأنه عايش في المدينة إنما يحظى بالشهادة في المدينة الأمر صعب وعجيب وغريب وإذ بالله جل وعلا يحقق لسيدنا عمر مراده وأمنيته يقوم يصل بالناس إماما فيقتل في محراب رسول الله فيحظى بشرف الشهادة ويدفن بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة وفي حجرته الشريفة في حجرة السيدة عائشة العبرة بالصدق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سيدنا أنس بن مالك يحكي لنا حكاية عمه أنس بن النظر يقول غاب عمي أنس بن النظر في يوم بدر غاب عن غزوة بدر فقال لئن بلغني الله غزوة مع رسول الله ليرين الله ما أصنع فكانت غزوة أحد فدخل سيدنا أنس بن النظر وأبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولقي الأعداء وقتل منهم من قتل وبعد انتهاء الغزوة بحث عنه النبي فلم يجد فبحث عنه الصحابة فوجدوه قد حظي بشرف الشهادة يقول سيدنا أنس بن مالك فما عرفناه إلا أن أخته عرفته بعلامة في إصبعه يعني كان في علامة في أنامله عرفته أخته بها ووجدنا في جسده ثمانين ضربة ما بين ضربة بسيف ورمية بسه وطعنة برمح من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رحم الله شهداءنا الأبرار وجعلهم في أعلى عليين مع سيدنا الحبيب المختار وأقول يا زوجة الشهيد ويا أم الشهيد ويا أبناء الشهيد ويا بنات الشهيد افرحوا فآباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وقد قر الله أعينهم برؤية سيدنا رسول الله وهم في أعلى عليين نحتسبهم عند الله شهداء وهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الشهادة في سبيله والدفن في بلد حبيبه وأن يجعلنا معهم تحت لواء سيدنا رسول الله في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود ثم الصلاة على الحبيب وآله ما لاح قمر وأورق عود بالحب التقينا وعلى الحب نلتقي إن شاء الله ألتقيكم على خير وفي خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة